نكمل أخبارنا مع حضراتكم من ناحية تانية الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وافق على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021-2022 إلى نادي الاتحاد السكندري مجلس دارة الاتحاد السلة تدقى خطابا من النادي الأهلي يفيد تنازله عن أي حقوق في هذه البطولة ويبدأ رغبته في تتويج نادي الاتحاد السكندري بطولة كأس السوبر النادي الأهلي أشار في بيانه أن قراره يأتي تقديرا لجماهير نادي الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البس أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم يوم 14 ديسمبر الماضي مجلس دارة الاتحاد السلة أشاد بالنادي الأهلي وموقفه ومن جانبيه أشيد كثيرا 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 بإدارة النادي الأهلي بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الموقف العظيم ده وها جماعة لنفهموا أن هي دي الرياضة كده كده الأهلي كان خسران بفارق كبير بس ممكن كان النادي الأهلي يقول لك إيه لا تمنعيد المباراة من أولها فالتحاد يخش في مشكلة يقول لك لا تمنعيدها من وقت ما توقفت ويحصل أزمة وكصة وحكاية نادي الأهلي النادي المحترم النادي المحترم بادر بخطاب الاتحاد السلة وقال له إحنا خلص خسرنا المباراة ارتضينا بخسارة المباراة أو الأهم ارتضينا أن النادي الاتحاد يتوج بهذه البطولة علشان خاطر جماهيره اللي تعرضت لإصابات في هذه المباراة والله موقف في غاية الاحترام وموقف ما ينفعش يمر مرور الكرام إنه موقف كلنا نتعلم منه موقف يستحق كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي النشاط الرياضي فيه النادي الأهلي